توافد آلاف المواطنين على الحضائق والمتنزهات والمحميات الطبيعية والجزر النيلية في اليوم الثاني لعيد الأطحى المبارك بمحافظة أسوان وتفضل الأسر والعائلات التجول بالمراكبة الشرعية بنهر النيل للاستمتاع بالطبيعة الخلابة هذا وتوجدت أمام إحدى الحضائق عيادة متنقلة ضمن مبادرة ميت يوم صحة لتوقيع الكشف الطبي على راغبين من زوار الحديقة بالمكان ترجمة نانسي قنقر